كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ناوي يعمل جلسة مع لعبي النادي الاهلي في حضور الجهاز الفني مطلع الاسبوع اللي جاي على طول كده كابتن محمود الخطيب بلغ كابتن سامي قمصان مدرب الفريق وقال له ان انا هتواجد في احدى التدريبات الاسبوع القادم وهعد مع اللاعبين في جلسة خاصة عشان نصحح المصار ونشوف ايه المشاكل ما قبل مباراة السوبر المصري وما بعد مباراة السوبر للأفريق عايزي لمت داني يا كابتن محمود الخطيب يلا تعالوا بقى اقولولي ايه اللي حصل لكم انا متخيل متخيل كابتن محمود الخطيب واقف قدامه لعيبة النادي الاهلي او حواليه وبيقولهم التالي ده تخيال انا خيالي بيقوللي كده اجماعة النادي الاهلي مفهوش هزار النادي الاهلي مفهوش مش مشكلة بطولة النادي الاهلي وراء جمهور مش بيشبع بطولات النادي الاهلي لعبته لازم تبقى ملتزمة النادي الاهلي مفهوش لاعب يحب مصلحته الشخصية اكتر من مصلحة الفريق انتم ما عندكمش فرصة لمصالحة الجماهير غير انه تكسبه كل البطولات اللي جاي في الموسم الجديد كلها تصوري بنسبة تسعين في المية واكتر ده الكلام اللي الكابتن محمود الخطيب هيقوله طيب انت عرفت منينا كريم الكابتن محمود الخطيب هيقول الكلام ده ده اللي بيتورسوه في النادي الاهلي جيل بعد جيل شخص بعد شخص ده الكلام ما بيتغيرش عشان كده انا متوقع او قريه جي الحكاية اشتركوا في القناة